سعد باستضافة العبارات تقنية السكايب البروفيسور حكيم جبل الله مختص في علم الفيروسات المدير العام السابق لمعهد باستير بكوريا الجنوبية هنا بك سيدي مرحبا بك أهلا وسهلا مساء الخير وشكرا جزيلا لتعوى بعد استقرار نقدمة لأشهر الجزائر اليوم تعيد تسجيل ارتفاعا محسوس في عدد الإصابات بكوفيد 19 813 حالة فيروس كورونا بروفيسور لم يذهب أو لم يزل بالإجراءات الصارمة التي فرضتها الدولة الجزائرية خلال أشهر بل عاودة الارتفاع أسباب كل هذا لما راجع أسبابه هي في أول شيء هي كل الاحتطاع الاحتطاع كعمل الكمامة هذا مشكلة أنا شاهدت في الجزائر منذ شهور كثيرة ما كانش فيه الناس اللي رام يستعموا الكمامة كثيرا الحاجة الثانية للأسف الجزائر ما استطعتش يعني كل المعاملات الفحصية لتفحص كل الناس يعني ما وصلناش العدد كبير جدا من من نسب سكان جزائر يا وصل الجزائر حتى العشر عشرين في المئة من فحص الناس كنا نكون في حالة طيبة الحاجة الثالثة ما ننسوش بأن هذا الفيروس ينتقل مع الإنسان وكذلك ينتقل مع الهواء وينتقل مع كل الطيار البري احنا عنا حدود كثيرة مع بلدان في الجنوب في الغرب وفي مع تونس والآن راني نشوفه في تونس الحالة ما يشم ليحا كثير لي معناش معناش كثير الناس اللي راهم يجيوا يخش ويخرجوا من الجزائر يعني الحدود ما زالت مسكرة وكان عدد قليل اللي راهم يعني ينتقل الخارج وداخل الجزائر أنا تعالي في الجزائر تكونت انفاريونت جزائرية اللي راها يتسيركولي في الجزائر وكذلك مع التغيرات الجوية هذا يكون فيه كثير من الناس اللي راهم يخرجوا كثير برا الناس اللي راهم يجتمعوا كثير برا وهذه تمد فرصة جديدة للفيروس باش يبدأ ينتشر ويبدأ عني كيف نبدأ في وقت آبريل ماي تعال العام اللي فات صحيح طيب سؤال مطروح طفرات جينية مستوردة بطبيعة الحال دخلت هنا الجزائر وفي انتشار لبعض لهذه الطفرات على غرار طفرات دلتا التي هي حسب ما قال الخبراء أنها أخطر طفرة جينية لفيروس كورونا لكن السؤال المطروح دلتا وغيرها من الطفرات سواء البريطانية أو غيرها كيف سيؤثر على من لقح نفسه قبل من لم يلقح نفسه بطبيعة الحال للقح نفسه راح يوجد نفسه في حالة هذه اللقاحات ما زالت تستعمل ما زالت تشكل عني بروتكسيون راح ما زالت تخدم ليح وراه تبروتيج الناس للأسف لازم الإنسان يعمل الفصحة الأولى تعلقاح والفصحة الثانية إذا كان عمل غير لقاح واحد بارك الحالة ما تكون طيبة جدا الناس اللي ما عملوش لقاح خلاص راهم في خطر على إصابة بالفيروس وخطر لأعداء ناس أخرى لأن كمثال دلتا هي أصلين من الهند ورانا شفنا وش عملت في الهند ونجاة وصلوا حتى الربعمية خمسمائة تلف حالة في اليوم وهذه عندها انتقال سريع بين الناس يعني واحد كيكون انفكتي بهذا الدلتا قادر ينفكتي عشرين احتمائة واحد في نصف النهار في الاربع خمس واعي قادر ينفكتي احتمائة واحد يعني لهذا السبب رانا نشوفه في بلدان كثيرة ونجاة الدلتا منتشرة كثير عدد الإصابات راه تطلع وتطلع وتطلع جميل طيب دكتور رمما لما نتحدث عن عودة ارتفاع عدد الإصابات بكورونا هل نتوقع موجة ثالثة سواء هنا في الجزائر أو عبر أنحاء العالم في الوقت الحالي أنا في ظني شخصي ما زلنا في الموجة الأولى كثير الناس يتكلموا على الموجة الرابعة وكانين يتكلموا على الموجة الخامسة وش رانا نشوفه يعني رانا نشوفه في تغييرات جوية عبر العالم ورانا نشوفه في تغييرات اقتصادية عبر العالم وكل مرة يصرت تطور جوي وتطور اقتصادي ونجاح الحكومات في بلدان كثيرة تلقوا نحاو كل الباريير سانيتار نحاوهم رانا نشوفه يعني بعد ثلاث ولا أربع سمعنات الحالات الجديدة تبدأ تطلع للأسف ما كانش فيها يعني مؤامرة دولية عبر العالم بين كثير من الحكومات باش يعملوا انكورديناسيون باش يتعاملوا مع بعضاهم وباش يعملوا كل شي اللي راح يعملوه يعملوه على على مستوى البلد انتحم ولا مستوى البلدان اللي راح يطاير بهم كمثال واشتراها في الهند راح نشوف فيه الآن في الروس في الباكستان في إيران وراه جاي وراه وصل لبريطانيا وفي أوروبا الجنوبية كفرنسا بورتيغال إيطاليا راح نشوف الأعداد زي تطلع كثيرا وكثيرا لهذا السبب أنا في ظني راح نشوف غير في التغييرات هذه الجوية والاقتصادية يو كان تكون فيها يعني إنترواز ينفاق اللي راح تجي راني نشوف ها تبدأ من بلاد وتبدأ من بلاد وتبدأ تمشي يعني واش صراف في الهند تنجم وقوله باللي بالاك هذيك راح ينفاق جديدة بس راني ديما متعاملين مع النفس الفيروس يعني هذا الفيروس راح غير يدير تشاكلات جينيتيكية باش يعاون يتعامل باش يعيش مع الإنسان طيب ربما لما نتحدث عن التلقيح في حد ذاته نتحدث عن ربما طريقة عن وقف زحف هذا الفيروس لكن ما نشاهده اليوم هو العكس ما علاقة اليوم الفيروس بالتلقيح التلقيح هو موش دعواء التلقيح موش راح يقتل الفيروس التلقيح راح يعمل شيء واحد وهو راح يساعد الإنسان اللي عنده اللقاح باش ما تكونش عنده مرض كوفيد 17 بس صح الإنسان اللي عنده اللقاح تام قد راح يكون مصاب بفيروس رانا شفنا أعداد كثيرة عبر العالم ولهذا السبب عندما نعمل اللقاح ومناش نعملوه بسرعة يعني كافية رانا نحط هذا الفيروس رانا نضغط عليه باش يعمل تغيرات جديدة تسما رانا نحط عليه إمبريسيان دو سيلكسيان رانا نرجعو هذا الفيروس باش يحووس كيفاش راح يولي مي اللي باكسين اللي راح موجودين كل اللقاح هذو مش راح نشتغلو ضدو وللأسف عبر العالم كلو الآن منذ شهر ديسمبر جنو تكلمنا كثير على اللقاح عبر العالم رانا ما وصلناش للقاح كثيرة عبر بلدان كثيرة رانا شفنا لقاحات كثيرة في بلدان كمثال تامريكا كمثال إنجريترا كمثال إسرائيل كمثال إمارات بس صح في بلدان كثيرة كمثال في إفريقيا ما شفناش بلدان كثيرة اللي توصلوا ل 15-20% من من الشعب تاح وكان عنده لقاح وهذا مشكل لخلي الفيروس يعمل تغيرات الجينيتيكية هذه على طبع سريع جدا طيب ربما السؤال هنا المطروح دكتور لما نتحدث عن التلقيح تخوف من التلقيح من طرف عديد من الأناس الذين رفضوا التلقيح تخوف من التلقيح وما قد يكون له من تبعات ربما مستقبلية كيف يمكن أن نوقف زحف الفيروس دون تلقيح هذا وسؤال مطروح لأن العديد من يعترض أو يعارض عملية التلقيح في حد ذاتها لأن نظرية المؤامرة لازالت قائمة يا أخي شوف لكل الناس اللي رام يستمعونا اليوم رام يسمعوا فينا كل اللقاحات الموجودة في الجزائر ما فيها أي شيء من الخنزير هذه مؤامرة يعني أنا استقربت فيها كثيرا ما كانش فيه أي شيء من الخنزير وللأسف كان الناس يتكلموا على اللقاح حلال والحرام في كل في كل الأشياء الموجودة في اللقاحات اللي رأي في الجزائر من سبوتنيك الأسترازينيك الساينوفاك ما فيهاش أي شيء وأي دلال مع الخنزير الحاجة الثانية اللقاحات فيها ديزيفي سيغوندير يعني الجزائر رأي في حظ مليح لأن كثير بلدان استعملوا اللقاحات هذا واستعملوا معنا ناس أكثر من سكان من عدد سكان الجزائر رأنا توصلنا لربعة أو لخمسة مليار للناس اللي رأهم عندهم لقاحات عبر العالم لا عندهم اللقاح الأول ولا اللقاح التام وكل الأدلة اللي عندنا ما كانش فيها أي شيء يمنع الإنسان اللي رأه على صحته مليحة ما عندوش أمراض مع القلب باش يعمل كمثال لقاح تع سبوتنيك ولا لقاح تع أسر زينيكا اللقاحات هذه موجودة في الجزائر ولا لقاح تع سينوفاك أنا في ظني إذا كان اللقاحات موجودة على عبر الوطن الحكومة الجزائرية راح تعمل كل ما تستطيع باش تستورد هذه اللقاحات وتحط اللقاحات على مستشفيات وعلى ممرضات باش الناس يستطيع يروحوا يعمل اللقاح تعه أنا أطلب من كل الجزائريين إذا كان عندوا الفرصة باش يعمل اللقاح ماذا بكم روحوا ديروا اللقاح إذا كان عندك مشكل طبي مع القلب بتاعك أتكلم مع طبيب بتاعك وطبيب بتاعك هو قادر يعطيك النصاحة اللي راح تساعدك على واش من اللقاح تقدر تستعمله جاي فعالية اللقاح اليوم يعيد فتح أكثر من قوس دكتور لسيما حول ما يتعلق بفعاليته بعد الإصابة بفيروس كورونا هذا هو السؤال اللقاحات كلها الآن عندنا زوج أدلة عندنا أدلة اللقاحات عندما نعمل لزيسي كلينيك وللأسف هذوك نعملهم على عدد تعناس يعني لميتي ربعين ولا خمسين ألف إنسان هذا كمثال كنقول 80% اللقاح هذا يخدم لي عندما نخرج ونروح نعمل اللقاحات الآن على عبر عشرين ثلاثين مليون تع الناس نوصل الأدلة ونجاة إذا كان تعملنا اللقاح الأول لفيكا سيتي تكون بين ربعين وخمسين في المئة عندما نعمل لدوزي اللقاح الثاني لفيكا سيتي تتعو قادرة تطلع حتى تسعين خمسة وتسعين في المئة عندما جات الفاريون تعدالتا هذه كان عنا مشكل كثير لأن شفنا التغيرات الجينيتيكية كان فيها شوية مشاكل مع سبايك البروتيين هذا سبايك البروتيين دي كورونا كان في ذن راح يكون فيه مشكل عندما عملنا زوج ديزيتوت واحدة من بريطانيا واحدة من إسرائيل بريطانيا كمثال استعملوا لقاح أسرة زنك الموجود في الجزائر وفي إسرائيل استعملوا لقاح فايزر للأسف مش موجود في الجزائر يعني كل الأدلة رانا نشوف باللي تسعين في المئة في البلدان هذو انتع كل الإصابات الجديدة جاية عند الناس اللي ما عملوش لقاح وغير عشرة في المئة من الإصابات الجديدة جات عند الناس اللي عملوا اللقاح والناس هذو للأسف عملوا اللقاح بصح كانوا كانوا يجتمعوا كثير ويروحوا ونجا كان الناس كثير لما هم شعملوا اللقاحات وللأسف يوصل وقت وينجيها لشارج فيرال توصل وينجيها الإنسان هذا كيكون عنده للفيروس وعندما يروح يعمل تست PCR يرجع له بزيتف شكرا جزيلا لك بروفيسور حكيم جاب الله المختص في علم الفيروسات المدير العام السابق بكوريا الشمالية كنت معي من نيويورك عبر تقنية سكايب شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة ترجمة نانسي قنقر